في اتنين لعيبة أنا بسرعة نفسي أتكلم على عائلة النادي الأهلي واحد واحد كتير يعني بس في اتنين لعيبة عايز أتكلم عنهم تحديدا وهبدأ بعلي معلول علي معلول انضم للنادي الأهلي في 2016 يعني بقاله داخل هو على 8 سنين 8 سنين مع النادي الأهلي قولي كده مين خد في مرة أو حاول ياخد مرة أو حاول يعرف يبقى في مكان علي معلول في أي لحظة من اللحظات كل المراكز اللي في تشكيلة النادي الأهلي اتغير عليها لعيبة كل المراكز بدون استثناء بما فيهم حرس المرمى يعني محمد الشنينوي كان جي مع علي معلول في 2016 بس أقعد فترة شريف إكرامي وهو يتبدله حراسة مرمى النادي الأهلي لحد 2018 وبدأ محمد الشنينوي ياخد المكانة الأساسية فيه حراسة مرمى النادي الأهلي بس علي معلول 2016 جيه عفوا وقف في الناحية الشمال ديت وما تحركش محدش خد مكانه ده واحد اتنين علي معلول هو اللاعب الأكثر ثابتا في المستوى في الدول المصري طوال هذه الفترة مش في الأهلي بس في الدول المصري فيه لعيبة تانية جات بعديه يعني فيه لعيبة بقت جيدة وفيه لعيبة كويسة بس اللي بيحافظ على أكبر فترة ممكنة من ثبات المستوى هو علي معلول يعني اللي هتفتكره وحش لعلي معلول ممكن يتعدى على صابع الإيد الوحدة عدد مباراته هو لعب مئات المباراة مع النادي الأهلي اللي هتفتكره له وحش ممكن يتعدى على صابع الإيد الوحدة بالكتير بالكتير هو لعب بالزبط متى 69 مباراة تخيل لو فيهم خمسة مش حلوين بس خمسة بس في الفترة دي جاب خمسين جول مع النادي الأهلي اللي هو الباكليفت وصنع 76 هدف يعني مشارك في 126 هدف مع النادي الأهلي الباكليفت تعالنادي الأهلي حطه ده كمان على جنب على مستوى الشخصية والقيادة هو لعب قائد حتى لو من غير شارع قائد هو أنت جايب واحد أصلا منه هو في بداية العشرينيات من عمره بيلعب في الصفاكسي التونسي وهو كابتن الفرقة فأنت قولي ده جايب قائد جايب شخصية تمام تمام حطه ده بقى على جنب جبته ولعب وقدة جينا بقى الفترة اللي فات يقول لك إيه بس الأهلي محتاج زهير قيصر جدا عشان علي معلول كبر علي معلول كبر مش بتسمع الجملة دي زي كده لما كنت بتقلم من كم سنة على كيستون الحل هو هتبتقال على كيستون ناله اللي هو اللاعب المنتهي بيتقال على علي معلول خلاص بقى ما هو يعني اللي هو عمر اللي هو أحكامه بقى وعمره في الملاعب الراجل علي معلول بيلعب ثلاث مباريات كاملة مع النادي الأهلي في كاس العالم الأندية الفترة الزمنية ما بينهم يومين ثلاثة يعني منتكلم في أسبوع تقريبا ثلاث مباريات أسبوع تقريبا ثمانة أيام ثلاث مباريات تمام وما تعبش طيب جي النهاردة النهاردة اللي هي آخر المباراة بقى والشوت التاني راجل بيسجل هدف صحيح مدافع الياباني حولها في مرمى بيجي له ضرب الجزاء ضاعت بس كان قابلها جاي بوحدة بيجي يفاول يشوته بشكل كويس بياخد الجنب الشمال ده جالي رايح جاي فيش أي حاجة فيش أي حاجة تدل إنه هو الراجل ده تعب أو أرهق أو هبت أو شبع أو 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 قول زي ما أنت عايز علي معلول طوال مشواره مع النادي الأهلي كان يتلقى عروض باهزة الثمن أرقام خرافية ودائما متمسك بالنادي الأهلي وكأنه واحد من أخلص 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 أبناء النادي الأهلي اللي تربوا في التتش من وم عندهم أربع سنين وكأنه قلتها قبل كده وأقررها تاني مفيش خلاف ولا جدال يعني الكسة اللي قلت لك من شوية إن مارسل كرة أعظم مدرب من وجهة نظري أجنابي جي مصر ممكن تتفي وتختلف معايا فيها لكن علي معلول مؤكد هو أعظم محترف جي في تاريخ كرة القدم المصرية ثمان سنين سبات في المستوى سيدة بوجد تقول لي إيه لا بس فلان كان أحرف منه بس فلان كان هداف بس فلان مش عارف كان إيه أنا بكلمك على الفترة الزمانية الطويلة فيها سبات في المستوى وأرقام تاريخية وبطولات عديدة مع النادي واحد قل لي مين محترف عدد بطولات علي معلول قل لي مين محترف لعب عدد مباريات علي معلول قل لي مين محترف سجل ووظاهر أيصر عدد أهداف وصناعة علي معلول قل لي مين في تاريخ مصر محترف جي كان عنده الشخصية بتاعت علي معلول قل لي مين في تاريخ المحترفين اللي جم في كرة القدم المصرية كان عنده هذا الولاء لفريقه دائماً وأبداً أي محترف بيجي هو بتعامل معاك كمحط يما يطلع على الخليج يما يطلع على أوروبا لكن ده متمسك بالنادي الأهلي علي معلول قولاً واحداً هو أعظم محترف على الألف رأيه في تاريخ كرة القدم المصرية يستحق كل الإشهاد ده واحد